مساء الخير كل مشاهدي قناة ميسات وحلقة خاصة من برنامجكم نبض مصر خلونا نبدأ بالأخبار وأول خبر معنا هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الثلاثاء وتمنى السيسي لترامب كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة في رعاية مصالح الشعب الأمريكي الصديق الذي منحاه الثقة في القيادة وفق ما جاء في بيان صحفي وأضاف جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضغط روح جديدة في مصارع العلاقات المصرية الأمريكية ومزيدا من التعاون والتنصيق لما فيه مصلحة الشعبين كما جاء في البيان تتوجه مصر بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بنجاح متمنية دوام الرخاء والاستقرار والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأمريكية أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا صباح اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أعرب له عن خلص التهناء بانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية متمنية له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة كما أعرب السيد الرئيس عن تطلعه إلى تعزيز علاقة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب مزيدا من التعاون والتنصيق تما فيه مصطحة الشعبين المصري والأمريكي وتعزيزا للسلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط ووجه السيد الرئيس الدعوة للرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة مصر من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خالص تقتيره لاتصال السيد الرئيس مشيرا إلى أنه أول اتصال دولي يتلقاه للتهناء بفوزه في الانتخابات وأعرب الرئيس ترامب عن تطلعه للقاء السيد الرئيس قريبا مشيدا باللقاء الذي جمعه بسيادته في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي كما أكد الرئيس ترامب حرصه على استمرار علاقات الصداقة الوطيطة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر